السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وشارككم خياتي جزباك وتكونوا كاملها بس وانتم ما تشوفوا في هذا الفيديو الفيديو تعالي يومي طلبتوها مني اني نلبي تطلب بتاعكم انني نحط هات الوصفة على الجبن المنزيلي او ما يعطونه الجبن ببيدون لرودية الحالة وكل واحد يقول فولي طيب انا ما اقول لكم شو الجبن ديالي ولا لغسة تاعي هايلا حناطيكم رأي بكل مصدقية و بكل شفافية هاكدا ونقول لكم رأيي فهذا الجبن دي درتو اكتر من زوج مرات اه في داري كانوا داروا بزاف الاخوات في القنوات ولكن حناطيكم رأيي بكل صراحة قلوا بسم الله بديد وعنبي صليت عليه صلاة والسلام بسم الله شوفوا هنا يا حبيبتي او درت هنا يا زوجكار تحليب هنا ما شي خاسر اللي عندها خاسر سيان كومي اه درش دو ساشيات بيش تخرجكم ايبان كونتيتي ونزيد ننصح نصح نصيحة ليحبيت ناتيها لكم ان الحلب هادا او الكنديا ولا مش حيخورجكم هيا دو بريفيرنس حلي بتاع الليبان هاكدا فيه نسبة الدهون بلوس انا وزيد دفت له هنا مكاش عندي ايه اوات ناتورية دو بريفيرنس او لا فيه المونكيهات والمغضيات ها اللي ديفوها اه سحب المصانع انا ما عنديش زد هنا ايه او بري واحد زوج دو كوية تاع البن علاش البن ولا دو بريفيرنس رايب خير اه فيه نسبة الدهون وفيه المغضيات اللازمة تعترويب شوفوا هنا يا خياتي هنا يحطيتو هنا يا هاكا بات ممسيتوش غطيتو وخليتو ايبات اه والله مش فيه باسكو هات الفيديو درتها عندها شوية اه عندها شوية اه عندها شوية واحد الفيتة اسبوع الورس كيفي خلط بيا هادا كالرايب مع الحليب غطيتو وخليتو يا نهار يا يومين ولي حبت مقلقة ولا ماليش ديريه يغلي فق النار دي خليه لاتمبراتور اه اه او بوين ديري سبعك يه يحلقك هادا كالنار اه الحليب زيد الو مغرف ولا زوج تاع خل او اه اه ام عصرات عقارس هذا ما كان دوك انا حبيتو ناتيغالما باش هادو كالمغضيات او هادو كالبكتيريا اللي فيها هادو كالبكتيريا اللي فيها هذا الرايب راح تتفاعل لي و تتخدم لي كامل هذا الحليب ناتيغالما شوفو خياتي هنا يعني اضفت مغرفة خلف الفيتاء السيليكون ميمال غريسة شوفو هو دي جارة وملبت شوفو انا ضفتها ان بلوس شوفو اكو شوفو اكو شوفو اكو شوفو اكو شوفو اكو شوفو فرماج دي جارة وفرماج عبك تخله هي بات خير من اللي ديرو سيخ بلاس هادي كنصيحة هنا نرفضو نحطو فق النار يغلي اغيزان وينمس كنمس صبعي يحرقني هنا يعني وجد الشاشتاعي والصفايا ولابد شوفو هنا شوفو كوشندر كنمس الماء نلقاه سقون يعني يوجحني في صبعي هنا نعرفو بللي سيبون على جدرت هادو طريقة وهذا العملية تتسخير سيتخيز امبورطان باش نرفض الكمية الكبيرة تحت الجبن لرايف الحليب هذا مكان هنا نوجد الشاشتاعي هكا ونحن نفرغو داخل هنا ولكن الطريقة الصحيحة هي انك تديره في الشاشة ومتمسيش لا تقعد يش تخلطي فيه هكذاك القلب التاع ومبعد قاعد يتميه وهو سخون راح يخرج للقعمة على خسي بوخصة ندير هات الطريقة شوفو نرفض هكا نبدأ نرفضو نغرب شوية فليكوتي ونخليه يحبط ده طن زن طن هكا نولي له نخليه اموازو سوية في الشاشة هكا وهو نندلو هاد العفسة ونبعد ساهل قال نقدره نقدره هي دو بخيفيرنس دو بخيفيرنس دو بخيفيرنس شاشة هنا يا بعد ما شدت المهبط لي نسبة كبيرة هنا نقدر نطموه عادي راح نرفض هاداك المصل هاداك المصل الى تخيزنا البختم نديرو في قلعة ندير به معجانات راح يكون مناسب للمعجانات شوفو خياتي بعد ما درت له هكذا راح هن ser께 نقدر ندوره ونصفه عادي بمعنى انني نحصره بشيه هاداك المكاي خرجيني نخليه ونولي له نخليه ونولي له هاتا نخرجو كالما تعهو فقط اخذ شاشة ومشي صفايا لأنه يمكنك إصدارها فقط وعندما يصدر بلاك ويصدر السيليكون سوف أحبط لكم كامل الجبن أمعه هنا بعد مراني نعصر فيه ونعود نوليله لأنه سخون القردي هذا قليلا هنا نرى شكاير تحليب ولم يمكنك كمية كبيرة فقط 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 هذا المال الخراني كثير فقط العصر الخراني فقط فقط المال نضيف هذا لأسيت سيتريك لأسيت سيتريك سوف نضيف كمية صغيرة مغرفة قهوة صغيرة فقط نضيف لأسيت سيتريك ونضيف لأسيت سيتريك بيكاربونات السودة لأسيت لأسيت سيتريك كمية الماء وهي لأسيت سيتريك بيكاربونات السودة لأسيت بيكاربونات السودة لأسيت لأسيت يجب أن يترطب و ترطب. هناك كائن ملاحظة. يجب أن تكون لدينا ملاحظة. يجب أن تنتجونها. و تريد أن ترطب. نضيف البيكاربونات و تحمل الملح. و تضيف ملح. المرحلة الأخيرة المرحلة الصحية المرحلة المرحلة هي من الأحسن تكتري الفرماج على الزبن الزبن و الفرماج أموة 4 بورسيون لأننا لا تحتاج إلى المنكهات و لا تحتاج إلى إضافات تحتاج إلى الجبن الطري هنا كمرحلة آخر سوف نميكسيهم كامل تحتاج إلى مادة أخبركم هذه الزبن المصرة الجبن المصرة وتضعوا الماء كما تحصل على الزبن المصرة فقط أخبركم على النقاط أو ثلاثة وهذا هو فوق النار يقوم نتميق الزبن المصرة يجب أن تضيف الفرماج و تضيف الفرماج لأن الفرماج لديه المنكهات تضيف الفرماج لذلك يمكن أن تضيف الفرماج و تضيف موناكي سوف أقوم بتضيف الفرماج لنحيل نسبة الماء على 100% هذا الذي أحب أن يخرج لها يجيها جامد شايدا قلت هذا الذي أحب جامد ترجعه فوق النار و تتخلط فيه لنحيل نسبة أكثر من الماء الذي أحبته على الطلاق تكتفي غرب المرحلة الأخيرة هي تحزب الزبدة والفرمج و قلت باللي تزيد له من قبل الماء حتى يجيها جاري والنار تكون هادية مع تقليلة حتى يرجع لي نشوب باللي سيبون بدأ يجمد لي على فوق النار أو جامد سيتادر كينديرو في العلبة يزيد يشد روحه ينشغ حدي باينة و ليحبت تجوب النطلاق قلت تكتفي متعاوج ترجعه فوق النار تكتفي بركة تزيد له هذا كل ما تزيد له الفرمج وزيد له الزبدة كم الحالة الأخيرة تميكسي وهذا ما كان أنا هنا يجبت علبة أي باطلة يعجبتكم سوف ندير هذا و ستقوني يشوفوا رأيي في هذا الجبن أنه ماشي 100% كما تعبره كما رمي يداعي لا لا بسك قلت ما عندناش المنكهات ولا غجي شخشي المنفاحة واحد الزنزيم يتباعوا أمبو سبيسيال بصح ما عندناش أنا جاي إساين كونتاكتي واحد الناس في الفيسبوك بصح بشي الحقيق لا لا هادو ما اللي هادو ما اللي يخدموا يعني الأغنام هادو هادو تحب الرايتوسا هي تجي في كابت تاع الوليد البقرة تجي في الكابت في الكابت ديالو واحد الانزيم مادة عصارة يخدموا بيها هي طبيعية يخدموا بيها هادو الفرمج هاكده نعطيكم معلومة يعيطوا لها المنفاحة واحد الانزيم تتباع شغولها كاية شوية وهي طبيعية ناتورال وما فيها حتى يعني مضرة هادو يبيعوها يعني هادو اللي يديرو تعبرها تلقي عندهم هادو هي المنفاحة اللي راح تضيفيها مع اللول في الحليب ويكون الحليب تاع البقرة هادو كان 100% غير تضيفيها وحد نقوله كمية قليلة وحد في زوج شكاير ولا تلت شكاير تاع حليب الضيف يقس زوج مغارف ولا ثلاثة من منفاحة هادو وقيلة جبلة البيس الضيفي وقيلة مغرفة ولا زوج من هادوك المنفاحة سيبون ما تقعد يطريب في كاش بلاسة ما والو هادوكي وطيبه في القنار ويخرج لك ما شاء الله بس كل بنا تاعو راي ناتيورال فيها انزيمته فيها مغضيات وفيها بكتيريا يعني طبيعية خاصة باش نديرو هادو تصنيع هادو كملاحظة ملاحظة وحد اخرى نسبة هادو الجبن حيخرج لك ابي بخي 80 الى 70 بالمئة كما تعرف باش من نغلطه حتى واحد هنا اخليتوا يا ربي واحد الساعة في الفرج مبامزة قلبه كامل سخن احنا وريدكم بل كبير شايدة ويجي طريق هادوكي 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 ديريو هادوكي هادوكي جوي سيكون الي اخليه في يوزن التواصل في الكويزين فالشهر الكريم فى البلاتو دو جراتين فى البوراك فى البوراك فى الصندويات فى ملحات الفكرة فى ملحام فى القائمة فى صندويتات فى دارك الملح يجب أن تشارعه في الملح الملح يجب أن تقوم برشة في الأخير و تستطيع أن تدوك و تكتر الملح و تنقصه الملح يجب أن تحكم في كمية الملح و تنقصه الملح يجب أن تقوم برشة في هذا الشهر سوف نقص عليكم من الصروف الكبير أخيتي تقدروا هذا الشوية توم شوية سيبولة شوية معدن و سحيتكم بزافة منين وصلنا على الفاتحة على فيديو جزبا كيف نفعتكم بهذا الجوم التالي يوم تلقوا في فيديو و حد اخرين نقلكم دهلو في الوحيدكم سلام